اهلا بكم في قناتنا ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اه النهاردة حنشرح مع بعض الغرزة اللي احنا شايفينها نقدر نسميها غرزة نجمة البحر هي كانت اتبعت لي على اه صفحتي وكانت اه احد المتابعات يعني كانت عايزة تعرف اه بتتعامل ازاي? اه الغرزة دي انا اشتغلتها القطعة دي بالخيط الصوف والقطعة دي اه قلت اجربها بالخيط القطن واللي اتنين بصراحة احلى من بعض فتعالوا كده نسمي الله ونشوف هنبتديها ازاي ونعمل فيها ايه? الغرزة دي انا هشتغلها بابرة مقاس تلاتة ونص وخيط صوف اليزة طيب في البداية هنعمل العقدة بتاعتنا اللي هي عقدة البداية وهنعمل مضاعفات الرقم ستة زائد خمسة يعني هطلع ست سلاسل في ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى بطلع ستة في ستة لحد وبوصل للطول المناسب وفي الاخر بزود عليهم الخمس سلاسل طيب انا عملت حوالي تمانية واربعين سلسلة وحزود عليهم خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب الخطوة اللي بعد كده حسيب اول عشر سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وحيف الغرزة رقم حداشر هنزل فيها هنزل فيها بغرزة حشو كده واخد الغرزة بتاعتي يبقى انا ست عشر سلاسل عشان يبقى فيه خمسة تحت على السطر وخمسة فوق اخد كمان خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ويحاسيب خمسة على السطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واجه في الغرزة رقم ستة ويانزل فيه الابرة بتاعتي واشتغلها غرزة حشو اطلع كمان خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واسيب خمس سلاسل وانزل في الغرزة رقم ستة واقفل فيها بغرزة حشو اطلع كمان خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واسيب خمسة على السطر اتنين تلاتة اربعة خمسة واجه في الغرزة رقم ستة ويقفل فيها بغرزة حشو بكمل كده اطلع خمس سلاسل واسيب خمسة على السطر واقفل في الستة بغرزة حشو لحد ما وصل لاخر السطر وارجع لكم مرة تانية وصلنا لاخر السطر خلاص هطلع الخمس سلاسل اتنين تلاتة اربعة خمسة واسيب خمسة على السطر واجه في الستة والاخيرة واقفل فيها بغرزة الحشو بتاعتي طيب الخطوة التانية او السطر التاني هطلع سلسلة واحدة والف الشغل وشايفين الفراغ الاول ده خالص لهو اول خمس سلاسل يقابلوني اشتغل تحت منهم خمس غرز حشو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واجي فوق غرزة الحشو اشتغل غرزة حشو في نفس المكان اللي انا وقف فيه اللي هو جوه غرزة الحشو انا اشتغلت خلاص غرزة حشو فوقيها على طول اطلع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة اخد لفة على الابرة وفي نفس المكان برضو حنزل بعمود بس هسحب اول لفة بعد كده تاني لفتين تالت لفتين اخد سلسلة وهشتغل على العمود اللي انا اخدته على تلات مرات ده اشتغل كده عليه ست عامين بلفة عاديين خالص ادي اول عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وآدي ستة في نفس المكان برضو حقفل بغرزة حشو واطلع عليها تلات سلاسل بقرر نفس اللي انا عملته هنا بقرره بعد التلات سلاسل كل ده في نفس المكان يعني نفس المكان ده انا محتاجة اطلع منه بتلات ورقات بقى معايا اول ورقة وحبتدي اشكل الورقة التانية نفس اللي عملته هنا هكرره هنا تلات سلاسل اخد لفة على الابرة في نفس المكان انزل اصحب اول لفة بعد كده تاني لفتين تالت لفتين بعد ما اخدت العمود ده خلاص اخد وراه على طول سلسلة وفي نفس المكان انزل بستة عواميد ستة عواميد على العمود اللي انا اخدته ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وادي ستة اقفل في نفس المكان بجرزة حشو واطلع تلات سلاسل عشان اعمل الورقة التالتة والاخيرة في نفس المكان اول لفة تاني لفتين مع بعض تالت لفتين مع بعض اخد السلسلة واشتغل الست عواميد على العمود اللي انا اخدته كده اعملت ستة عواميد وكده انا خلصت التلات ورقات واحد اتنين تلاتة في نفس المكان هقفل بغرزة حشو حاجف الخمس سلاسل الموسطين اللي هم على طول ان هم دول اشتغل عليهم خمسة غرزة حشو ازي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وفوق غرزة الحشو بتاعت السطر اللي قابله اللي هي دي اشتغل فيها غرزة حشو والخمس خمس سلاسل التانيين برضو اشتغل عليهم خمسة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انا بشتغل كام غرزة حشو ما بين كل تلات ورقات يعني ادي اول تلات ورقات يبقى جنبوهم على طول حتاشر غرزة حشو خمسة وخمسة والغرزة الوسطينية اللي هي الحشو بشتغل عليها غرزة حشو باجي بقى في غرزة الحشو اللي هي عندي دي اشتغل برضو فيها غرزة حشو واطلع على طول التلات سلاسل محتاجة بقى اكون التلات ورقات دول اشكلهم تاني هنا فازي اول سلسلة تاني سلسلة تلات سلسلة وبعد كده اخد لفة على الابرة وانزل في نفس المكان واصحب اول لفة في تاني لفتين في تالت لفتين قبل ما نطلع السلسلة اللي احنا متعاوزين احنا بناخدها اشد كده اللفة بتاعتي واصحب الابرة اجي عند الورقة التالتة انا محتاجة اضمها للتلات ورقات اللي جنبهم فحعمل ايه حاجي عند راس الورقة اللي هي الغرزة دي اول غرزة او اول عمود واقوم مدخلة الابرة بتاعتي واصحب اللفة دي منها بالشكل ده واقوم واخد السلسلة اللي انا متعاودة ان انا اخدها واقوم جاية هنا كده واشتغل بقى الست عميد اللي انا باشتغله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وادي ستة في نفس المكان اشتغل غرزة الحشو واكمل بقى شغلي عادي زي ما عملت في الاول خالص خلاص انا عملت هنا غرزة حشو ودي كده اول ورقة معي محتاجة اعمل ورقة تانية يبقى اطلع لها تلات سلاسل واخد اللفة بتاعتي وفي نفس المكان اسحب اول لفة تاني لفتين تالت لفتين خلاص بقى عندي العمود ده يبقى اطلع عليه على طول بالسلسلة وابتدي اشتغل الست عميد على العمود اللي انا اخدته خلصت الست عميد دي كده الورقة التانية انزل في نفس المكان اقفلها بغرزة حشو نقص الورقة التالتة برضو بطلع تلات سلاسل لفة على الابرة اشكل العمود اللي انا بشتغل فيه الست عميد اصحب اول لفة تاني لفتين تالت لفتين اخد السلسلة بتاعتي واشتغل هنا الست عميد يبقى كده واحد اتنين تلاتة زي الورقة التالتة اقفلها في نفس المكان اللي هي انا شغلي كله بيبقى في غرزة الحشو بتاعت السطر اللي قبله فحاجي هنا واقفل كمان بغرزة حشو وابتزي بقى اشتغل الحداشر غرزة حشو عن طريق ان انا بشتغل هنا خمسة وهنا خمسة وغرزة الحشو اللي هي بتتوسط العشر سلاسل بشتغلها هي كمان غرزة حشو اجي في غرزة الحشو اللي عندي دي اللي هي بعد الحداشر آآ غرزة اشتغلها هي كمان غرزة حشو وابتدي اشكل فيها كمان ثلاث ورقات عن طريق ان انا بطلع ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة اخد لفة على الابرة وانزل في نفس المكان واسحب اول لفة في تاني لفتين في تالت لفتين طيب قبل ما اخد السلسلة زي ما اتفقنا انا محتاجة اضم الورقة التالتة الاخيرة للشغل الجزيد اللي انا حبتزيق او التلات ورقات الجداد اللي انا حشكلهم هنا فباجي في راس الورقة زي اللي هي بتصادف ان هي اول عمود من بعد التلات سلاسل او اول عمود من الست عواميد اللي انا كنت بشتغلهم ادخل الابرة فيها وقوم صاحبة اللفة بتاعتي منها بالشكل ده كده انضمت ابتزي بقى اخد السلسلة اللي انا باخدها واشتغل الست عواميد هنا خلصت خلصت الست عواميد اقفل في نفس غرزة الحشو بغرزة حشو وابتدي اقرر ورقتين كمان عن طريق ان انا بطلع التلات سلاسل واحد اتنين تلاتة واخد اللفة بتاعتي وانزل واصحب اول لفة تاني لفتين تلت لفتين اخد السلسلة وابتدي اشتغل الست عواميد وبقرر نفس الكلام ده مرة تلتة في نفس المكان طيب بعد ما خلصت التلات ورقات نفس اللي انا عملتهم هنا واللي عملتهم هنا باجي في نفس المكان اقفل بغرزة حشو واشتغل ال 11 غرزة حشو عن طريق ان انا بشتغل هنا خمسة هنا غرزة حشو هنا خمسة والغرزة دي اللي هي غرزة الحشو دي ببتدي اقرر فيها التلات ورقات بتوعي خلاص اشتغلت ال 11 غرزة حشو من بعد التلات ورقات دول هنا خمسة هنا خمسة في النص في غرزة حاجي بقى لغرزة الحشو اللي بعضهم اللي هي دي اشتغلها برضو غرزة حشو وابتدي اكون فيها التلات ورقات اطلع تلات سلاسل لفة على الابرة في نفس المكان اول لفة تاني لفتين تلات لفتين قبل ما ياخد السلسلة زي ما اتفقنا بنيجي للورقة التالتة اللي عندي دول اجي في راسها كده او في غرزة العمود او العمود من ال 6 عوامل واسحب اللفة دي عشان اضم الورق كله يبقى مع بعضه ما يبقاش كده لوحده طاير وابتدي بقى ااخد السلسلة بتاعتي وابتدي اكون ال 6 عمود عشان يشكلوا لي اول ورقة من التلات ورقات طيب بعد ما شكلت الورقة التالتة خلاص هنقفلها في نفس المكان زي ما اتفقنا وتعودنا بغرزة الحشو بعد كده حاجي في الخمس ثلاثل الاخرانيين دول الفراغ الاخير اشتغل تحسينهم خمسة غرزة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة السطر التاني هطلع ستة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الف شغلي وحاجي في اول ورقة عندي في الراس بتاعتها هنا كده واقوم قفلة بغرزة حشو واقرر خمس سلاسل كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الورقة دي والورقة دي الغرزة الوسطانية هنا كده اقفل فيها بغرزة حشو ده كده شكلها من قدام اكمل خمس سلاسل واجي في راس الورقة دي واقفل فيها بغرزة حشو خمسة كمان الورقة التانية حقفل في الغرزة الوسطانية اللي هي ما بين الورقة دي والورقة دي يعني في ورقتين شبكين في راس بعض انا باجي ما بينهم واقوم قفلة بغرزة حشو بكمل كده لحد نهاية السطر ترجمة نانسي قنقر انا خلاص خلصت قفلت في الورقة الاخيرة ويباقي هنا عندي خمس سلاسل على السطر اللي قبل كده هاخد لفتين على الابرة واجي في الغرزة غرزة الحشو الاخيرة اللي هي رقم خمسة ويحنزل فيها بعمود بلفتين اصحب اول لفتين تاني لفتين تالت لفتين بعد كده هاخد سلسلة والف الشوك وابتدي اقرر ان انا باشتغل تحت الخمس سلاسل خمس غرز حشو ادي اول غرزة تاني غرزة تالت غرزة رابع غرزة خامس غرزة واجي في غرزة الحشو الموجودة عندي اشتغلها غرزة حشو بعد كده بابتدي اكون التلات ورقات تاني عن طريق ان انا بطلع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة اخد لفة على ابريتي انزل في نفس المكان واخلص اول لفة في تاني لفتين في تالت لفتين بعد كده باخد السلسلة بتاعتي واشتغل على العمود ده الست عواميات بتواي في نفس المكان انزل بغرزة حشو واطلع فوقيها التلات سلاسل لفة على الابرة بنزل في نفس المكان اخلص اول لفة في تاني لفتين تالت لفتين ما ننساش بناخد سلسلة بعد كده بنشتغل الست عواميات على العمود اللي انا شكلته عندي هنا بعملها مرة تلتة واخيرة في نفس المكان عشان يبقى عندي التلات ورقات بعد ما خلصت التلات ورقات الموجودين عندي ببتدي اشتغل الحداشر غرزة حشو عن طريق ان انا بشتغل تحت الخمس سلاسل الموجودين عندي هنا بشتغل خمس غرز حشو وبنيجي فيه السلسلة او الغرزة الوسطانية اللي هي غرزة الحشو بشتغل عليها غرزة حشو ويقل خمسة اللي بعدها على طول خمس غرز حشو وبنيجي في غرزة الحشو اللي جنبهم نشتغلها هي كمان حشو ونبتدي نشكل التلات ورقات اطلع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وناخد لفة على الابرة ننزل نخلص اول لفة في تاني لفتين في تالت لفتين قبل ما ناخد السلسلة انا محتاجة اضم الورقة التالتة في التلات ورقات اللي انا لسه هشكلهم فاجي في اول عمود من الست عوامي واسحب اللفة بتاعتي وابتدي ااخد السلسلة واكمل شغلي عادي خالص اجي بقى اشتغل على العمود ده الست عوامي بتوعي واكمل باقي التلات ورقات زي ما تعودنا عليهم بكمل كده بقى في كل السطور اللي جاية لحد ما بوصل للشكل او الطول اللي انا محتاجة السطور اللي جاية هي تكرار للسطور اللي احنا عملناها قبل كده ما فيش اي مشاكل خالص طيب بعد ما وصلت الاخر للسطور وعملت الورقة التالتة هنقص بس ان احنا نقفلها في نفس مكانها بغرزة الحشو زي ما تعودنا انا بس حبيت اوريكو قفلت السطر عشان ما تطلق بطوش فيها طيب بعد ما قفلنا بغرزة الحشو في اخر خمس سلاسل موجودين عندي هشتغل تحتيهم خمسة غرزة حشو ازي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ويحاجي بقى اطلع بي الست سلاسل اعمل ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ويألف شغلي واجي في اول ورقة في الراس بتاعتها واقوم قفلة فيها بغرزة الحشو واخد خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ويأجي في تاني ورقة اقفل برضو فيها بغرزة حشو اقرر خمس سلاسل كمان واجي في نقطة الالتقاء بتاعة الورقة دي والورقة دي ما بينهم كده في الغرزة الوسطانية بتاعتهم واقفل فيها برضو بغرزة حشو وببتدي اقرر خمس سلاسل واقفل هنا خمس سلاسل واجي اقفل في ما بين الورقتين اللي مسكين في بعض لحد ما بوصل لاخر السطر وببتدي اقرر نفس السطور حبيت برضو اوريكو قفلة السطر ده هنقفله ازاي طبعا بعد ما عملت الخمس سلاسل وقفلت خلاص في راس اخر ورقة اللي هي الورقة التالتة اللي هي في اخر السطر عشان انهي السطر حياخد لفتين على الابرة ادي لفة ادي التانية وحيجي في غرزة الحشو رقم خمسة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة صوري واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الغرزة الاخرانية دي واقفل فيها ببتدي اسحب لفتين في لفتين في لفتين وابتدي اخد السلسلة بتاعتي والف شغلي وابتدي اكون خمس غرص حشو تحت كل خمس سلاسل واجي في غرزة الحشو اللي عندي اللي هي فوق راس الورقة الوسطانية دي ببتدي اقفل فيها بغرزة حشو وبتدي اكون التلات ورائد بتوعي زي ما عارفنا في الشغل القبل كده اللي عملناه مع بعض بكمل لحد ما بوصل للطول المناسب او للشكل اللي انا محتاجي ده كده الشكل النهائي للغرزة بتاعتنا طبعا تقدروا لو انتوا بتعملوا بيها كفية او سكارف او ايا كان البروجيكت اللي انتوا شغالين فيه تقدروا ان انتوا تكبروها او تطولوها تعرضوها ده كده الشكل النهائي وكمان انا حبيت اجرب الغرزة دي بالخيط القطن فده كان شكلها برضو بالخيط القطن اتمنى ان الغرزة تكون سهلة واضحة وياريت الفيديو يكون عجبكم ولو عجبكم ياريت تعملونه لايك وشير ولو نستقى جداد معنا في القناة وما اشتركتوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة